تقييمك إيه للفترة يا نانع؟ يعني كتير من اللي حبه محمود الخطيب لعب الكور نجم النادي الأهلي الأسطورة الحقيقة ما توقعوش أبداً أبداً إنه من الممكن إنه المشوار ده مشوار محمود الخطيب في الملاعب إنجازاته، جماهريته، شعبيته ممكن تتكرر مرة تانية بس المرة دي كرئيس للنادي الأهلي الحقيقة الخطيب أضف يعني لإسمه والنجاحاته مع النادي الأهلي الكتير من خلال الأربع سنوات اللي أضاهك رئيس النادي الأهلي في الفترة الأخيرة أو المرحلة الأخيرة إدراكك للمكان اللي أنت فيه يخليك تبزي الجهد عشان توصل المرحلة عالية جداً كانت نحمود الخطيب يمكن عشقه الأول في الحياة والنادي الأهلي بيعتبر النادي الأهلي ده يعني هو رقم واحد بالنسبة له في الدنيا دي حاجة يعني لا تتخيلها حبه عشقه تقديره النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب لما تولى المسؤولية البعض يعني قال لك الكابتن محمود الخطيب لا يملك خبرات إدارية كبيرة تساعده على النجاح في إدارة النادي الأهلي وإن اللعب الكرة مع النقبل كده كان الكابتن صالح لعب كرة وعمل بصمة عظيمة جداً عليه رحمة الله كابتن الحاسر الحمدي واحد من أعظم الرؤساء اللي تولوا النادي الأهلي بعد الكابتن صالح حاجة برضو مزهلة وحق مجاحات مزهلة ودخل بالأهلي في مناطق غير مسبوقة وجاءت دور على كابتن محمود الخطيب الذي مر بكل مراحل الإدارة من أدنى لأقصاها بداية طبعاً من بعد ما اعتزل الكرة مباشرة عمل في إدارة كرة القدم بعد كده دخل عضو مجلس إدارة بعد كده نائب صغل في أمين السندو بعد كده نائب رئيس النادي ده كله خد فيها فترات وخد فيه تجارب كتير جداً إلى أن وصل إلى هذا المكان ليقدم رؤيته ويحقق حلم الأهلي الكبير اللي كان جواه منذ أن كان لقاباً ويصل بالأهلي إلى مصاف الأندية العالمية الكبرى يعني كابتن خطيب يعني لا يستهدف النادي الأهلي أن يكون رقم واحد على مطلع الأفريقية ده بيستهدف به الوصول إلى مستوى الأندية العالمية وده اللي شغال فيه بشكل كبير جداً خلال المرحلة في الرجل نجاحات كبيرة جداً أزهلت المتابعين ليه؟ تعالى على المستوى الاقتصادي ميزانية الأهلي بتتخطى لتنين مليار جنيه وتقريباً و300 مليون حاجة عظيمة جداً ما حصلت وده بيحصل فيه في زمن فيه جائحة كورونا النادي الأهلي النادي الوحيد تقريباً في مصر الذي لم يمو أزمة كورونا لم تؤثر عليه بشكل كبير جداً ولا على العاملين داخل النادي ما شفناش تخفيض للرواتب ما شفناش فصل العاملين ما شفناش تقليل العمالة جنة الأهلي ما شفناش تخفيض في رواتب اللعيبة أو مشاكل في اللعيبة أو المدربين أو أي حاجة من هذا القبيل ده كله لأنه اشتغل على ملف اقتصادي واشتغل بفكر خارج سندوق ويمكن شفنا ده تقدير من خارج مصر بحصول النادي أهلي على جائزة الإبداع الرياضي كأفضل مؤسسة عربية حقيقة عن ملف الاقتصادي وعن التنمويل ذاتي حاجة عظيمة جداً تحسب للنادي الأهلي وقالي قائده كمتن محمود الخطيب على مدار السنوات الأربعة الماضية يعني أنا بتهلي كمان أنه في المقام الأول أنا بتهلي ارتباط الناس أو حب الناس للنادي الأهلي مرتبط دايماً بالمجال الرياضي وأنا أعتقد أنه دي مهمة النادي الأهلي الأولى لكن ما حدش يقدر كمان ينكر أنه فيه طفرة اقتصادية حصلت في الأربع سنوات الأخيرة على المجلس الجديد أن يحافظ عليها وأن يطورها وينميها بالشكل برضو اللي وصل الأهلي لأهدافه الرئيسية وهي بشكل واضح وصريح الوصول المنافسة على المستوى العالمي يعني ما أعتقدش أنه الأهلي حاطت في ذهنه النهاردة أو في أجندته أنه ينفس أندية مصرية أو أندية أفريقية أو حتى أندية عربية أنا أعتقد أن رؤية اللي تحطت لنادي الأهلي أنه يكون فيه مصاف الأندية الكبيرة على مستوى العالمي ده حقيقي على المستوى الاقتصاد اللي حتشرت لها أن النادي الأهلي لو بصيت على سنوات الأخيرة حتى من مداية ظهور الرعاية أو الرعاية حتاكد الأرقام تطورت بشكل كبير وشكله مزيد والتطور الأكثر يعني انتهاشا في الأخير في سنوات الأخيرة اللي هو تجاوز نصف مليار الرعاية بالنسبة للنادي الأهلي فده كان رقم غير مسبوك في تاريخ النادي الأهلي وفي الأندية المطرية مش موجود على الإطلاق شركات اللي تم تأسسها كمان أو تم الإعلان عنها شركة النادي أهلي الكرة القدم منشئات الرياضية شركة الخدمات الرياضية برضو كل ده الحقيقة بيصبوا في الفكر اللي موجود عن النادي حتى الآن لا يوجد أن يدي عمل هذه الشركات لغاية دلوقتي مع أن بعض الناديات تحدثت عنها أن ده لازم يقى موجود لكن النادي دايما سباق ودائما بتكله الخطوة الأولى الحقيقة تحيي وتقديل مجلس الدارة اللي اجتهد وعمل وفكر خلال السنوات المقبلة اللي حيخلي المهمة للقدم صعب طبعا اشتركوا في القناة